ترقب عشق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي يا لأ را كورا سافي عيتي مخدتيش تكمل وحنا تعذلنا لا غير كملو غير كملو بالحق من حد جاي نغربكم همينة كيف جاتك الكلسة هنا غزيلة يسي عمر شحل الطبيعة زوينا وفي نفس الوقت مفيدة وغير ما كتبغيش أما كل حد جي معنا مالك يكما قلت لك شحاجة مشيهية لا غيره كان مايمكنيش نخرج معاكم ديماسي عمر وعلاش الله إلا وفقتيت كوني مراتي كيفاش كيف كتسمعي كنت بغي نطلبك من عند ببال حاج ولكن بغيت نعرف رأيك نتيل لولا وربما نكون مع عاجبك لا مافيك مايتعيب وعلاش غادي نرفض يعني موافقة ما قلتش موافقة عتي شنو خليني نفكر رك عارف مزيانة شنو واقعلي من حقك يوا حتى تشوري مع ايدتك وخصصا ولادك يوا أنا أبقي لي واحد جوج دي الأسابيع وغادي نمشي غادي لشي محل بالاخبار ياسر مهدي وبازا سيدي كينين شي ناس ما عندهمش الوجه على شحشمو يا لطيف يا لطيف يا لطيف مالسي المهدي شنو دركلي شكني ما عنده وجه على شحشم مداش فيه رأي مقلق 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 هذاك شغلو ولكني عير لا ما عنده حق أنا غيرت فكرت الأخير اللي في الدير معايا لهذا ما بغيتش نجاوبوه وزايدون ما نويتش المهدي يجي النهار اللي يتصبب فيه هكذا معايا شفتك ساعدك الدوي بحالي لا هو اللي غالط على هدي عندك فيها شكب بسطف والمشكلة هو أني كان عارفك مزيان وكان عارف السي المهدي حتى هو مزيان وما عارفش كل شنو شنو بغيت تقول على ما فهمت أنا درت لمهدي شحاجة على دقيبان وانت اللي عارف لا سيدي رأخارت أنا ما عارف والو صدقني ما عارف والو ومصطفى كدوي بالنياسي ساعد على رقبتي ما عارف لاش تتكلم لأنت ولا هو نهار كنا عند المهدي ما تلقتي حد أه أه فهمت شنو قلت ليه هو الكلام اللي قلت ليها وتقلق غريب غريب يا سيدي غريب بالحكس خصوه عارفها على حقيقتها صبر 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 بغيت تقول زعماب اللي قلت لي شي حاجة مزيانة على المهدي ما فيه شك وعلى هدي عندك شك فيها أشوف تسي ساعد خصوك تقلس مع المهدي ووتش صرح حلوك زيان حين ترى هاشو هات صورت قدامه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هنا جات المثلة الرديلة تسخر من الفضيلة ووتكلمي يا أمي ما غدا بسكتي شنو بغتي نقول لك أنا ما بديتها حاجة شنو بغتي نحمله تبا مني تزوجات بصاحبي عمر انتي لني دائما كاتدوي وكاتنصحي اليوم ما عندك ما تقولي صافي اللي بغتي يكون راوقع ما بقى كلام عندك صافي سليتي تبلعت الله أعطاه أنا ما ضربتكش على يديك باش تطلق وزيدون على همالي أنا كنت عارفها غادي تصرفها كدام أنا ألقى تبها وخها في جنابها وتحموا عليك ما شتحموا أمي واش راجل جاء عندي حتى لخدمة وضوا معي بأداب وكان قرس تا عمر كيصلح بيناتنا وفصارحة أمي دويت معهم خايف ما سمعتش الكلام هم ايوه أنت قلتها ما سمعت لي همش وانا مالي وزيدون احتاجك لتزوج بها را كان معهم في اللعبة عبتي شنو غادي يمشين بكل الساعة بخورة حسن ما نبقى كانت بخفض لهضرها هذي هاجي عندك عوتاني تخليني فيقاك أنت سنة وبلا نعاس بخل بكري سعد الحق مبارك عليك من تخمام ما تديرش في خاطرك را لا هي ولا هو ما يستحقوش منك هذي الهتمام علمك تتكلمي راك عارف علش علادوك اللي خانوك بزوج حتى واحد فيهم ما خاني ما تزوجو حتى تفارق تنعا وش كون قال لك حتى تفارق تعد سوسا ما نسمح لك شدوه لأم ولادي هكذا أنا كان عارفها مزيان وحتى هو كان عارفهم زيان يا ما نصحني باش نعاملها بالحسنة أنا كانت كتبالي يا فيدي عمرها ما تقدر تعيش بلا بيها وكان هو ديما كيقول لي ما تفرطش فيها راها مزيانة يو اسمح لي أنا غير بقيتي فييانتا وما بغيتكش تطعن أما بنات الناس أراهم موجودة غير شاور وطلقاهم تحت رجلك سبحان الله العظيم تقول غير ممي كدوي يا كبادة أنا أمك متفهمت عندنا أفكار وحدة أو لا لا دكشي اللي بلية أمي فين فوزية راها مع الدراري كنا وليدي غير جلسات من ديك الحانوت وتزيد لك شي وليد أخليها تقضيش غلاء زوج ديال الدراري الله يجعل البركة يا ودرخوة علينا مني تزوزة أمينة ولا اللحة احنا غادي نخوو عليكم ودر يا وما تكون غير فوزية اللي بغت ترحل أو لا واشتيدة بأمي هانتي ظلمت يا بالعكس غير البارح وهي كتقنعني باش نبقعه معكم صديقات هاد البنت قول لي بعدها بك خها مراد ما كين خبر عليه آه فاين هو مراد لك تعرفوه راهوا الله من رجال الأعمال فاين كفينه باش توصل له يا والله يخلي لهم سعيد ما غادي شي تزوج بلد خالتك سفا ماما غير حيديم دماغ كاد الفكرة واشنو عادي تديري غادي نبقى هنا وحتل من بعد عاد غادي نفكر المهم راني خديت الدار قريبة لدار خالتك باش انت ولمش معاه سير انتي ودك خالتي تفرقوا مولدها وخليوها لللعظة راحتو يبدأ حياتهم مع اللي بغا يختار راه الجواج ماشي بسيف يا خبش من اللحم الرحم واشحب لي ما نجي شي عندك فقصيني الله يعطيك فقصا ويا قلت يجي تحت قلك الطبيب خستك تديري التحاليل والحمد لله يا خرجتم زيان والحمد لله ما بقي شي نعاب نجيل عندك بالعكسة ما ما خصك سواللي تجي عندي والله يلو نستيني ولكن كنت بغي نشوف سعيد الله يشتر الله يشتر ما عيط لك ما فتش فيك وخاف فمه قال لك تزوج ومراتو دوت معك شنو بغيتي أخو سافي سافة ماما خليني مع هذا الموضوع غدارة غدي جي تكسيد اللي خرجك تسريدك النهار راه ولي غدي وصنا تك الأستاذ في الكلية ايه أنا راه ما قتله والو راه ولي صمم وليش فتولاسق فيك خانا بعجبني شي انتي ويا كاسه دروب الفرنساوية وانا ما فاهمكم شي واحدة ماما مكعرفش عربية ايوه مرقيت غير هذا ما كنتم غربة مع متهدري وبركة بركة بركة ممي ما هاتش ديالك وليسي كتدخلي فصحة بزاف عجي عندك يمني تشفي شفي ماما شفينا غديمشي ندير شي صندويت شراجاني جو خواف سبل أحمر رحم تلتني بها الصندويجة تعلي هات الصندويجة هما اللي مردوني بالصح ويا كاما جيت على أساس أنك مريضة ولكن غير كدوب هلا يتكبرك وليت كدابة نعم السي عبدالحق ها هما موجودين حتى لي فاكتور ما عندي ما نسالك صافي كنظن ما غادش نبقى محتاج للكونتابل ولتي كتعرفين مزيان حتى الكنتابل ما تنساش عندي ديبلون فيها كان خاسنا غير شي شوية دي للكسبرينس ايوه لا لا هانتي أقول لها عنديك للكسبرينس وورينا حنتي ديك ما تلقى غير اللي عجبك ولكن بشرط اشنو هو ايلا تفضلتي وجيتي لعيد الميلاد ديالي راه غدى ان شاء الله غير انا والواليدة واختي واسوسا عارفتيني مقلق شوية راه ما يمكن ليش ايوه اقول مش احنا قدي المقام لا لا مشي اكدى ما تخضيهاش من هدى الناحية وعلاش انا غير بغيتك تبدل شوية دلجو وما تبقاش يكتفكر بزف ايو لا لا موافق ولكن حتى انا عندي واحد شرط غير شرط لا مشي تشرط تأمر وامرك مو طاع شنو حبيتي انا اللي نكمون ديال حلوة ما كين مشكل وغادي يا سيدين اعتبرها هي الكادو لا غير زمها صبقتها دك شالج ما كان عرض على حد باش ميعدوش راسهم بالكادو احسن باش نكون غير انا وميلا بالدوختي المهم غير العائلة اللي تكون نيت ما في يم ما نشوف حد وهو كذلك نطلقها وغدا ان شاء الله باش نورك الدار ان شاء الله شنو كين ما يدار حتى لاين غادي نبقى نطفلة على ساحبتي هيند وسكنة معاها في دارها بعدها في دارنا كنت مونسة مع أختي أسماء توحشتها توحشتها بزاف ولكن باش من وجه غادي نشوفهم خصني حتى نزوج بشي واحد لاباس عليه عاد نمشيل عندهم المهم المهم هو ندير الفلوس وبأي طريقة كنت يا ربي عمشي مشي نجلس في شي قاوة واخب بوحدي اللهي لا جيت غير على العشية وليت مع الشي ما قدرش حتى تنزعزع طيبك الديدة الحجة ايه وبصحة والراحة وقت ما تشهيتي بسطيلة أنا موجودة بارك الله فيك بصحة الديدة البسطيلة بقي بفمي ولكن شبعت ما بقى فيه نزيد حتى دا با الأسبوع الماجي مرحبا بك ندير لك وحدة آخرى ايه ولا مشي تحتوى الفتاة الحجة ما كان مشكل مرحبا بك في كل وقت رحنا موجودين ايه وانتي لاش راهم مقلي طيابة مهيرة اتا هي كن ضقتين مكلتها تاكل مراهم صباعاتك ايه وهادي ميزة جديدة عد عرفتها لك خصني نزيدها في القموز للميزة ديالك كل نهار سو سن كنك تشفيك حاجة جديدة ايه وقيل النوت نجد لك شيق هاوة لا لا ما كن علاش ما كن علاش نعد بك الحجة انا ما كنشربش القهوة ممور لاشا خيرتني في الشاشوية ما ضم قاعدتش اللي كليت كي وعلى خاطرك ياوليدي والبسطيلة وقت ما بغيتها انا موجودة بارك الله فيك واخليسكم على خير مع السلامة باقي صغير كان كي حسب لي كبير سعب باقي شد فراسو حت سمعته كان مزوج راه ولده باقي صغر كي بل يضريف ولكن كن كان فيه الخير كن قاعد ما طلق مراته غيره كان هي ما عرفت لهش انا خدمه معه وحفظته هي كانت ضريفة بزاف وحشومية بغيت نفهم غيره كانتي علاش كتقلبي عرفت يا ماما من هني الجو السيمانات اتعرفي علاش قاعدت تقاف راسك وكتر قلت لك انا عارفة شنو كان دير غيره جديلي ياشي تكشيط وعندك يكون قبيح او من بعد ما تفاهموش ويولي حتانتي مطلقك كيف لولا انا وهي ماشي بحل بحل غير حتانة فقط سمحت فيها ولكن انا غاديين كون درت علاش ارجع المشكلة اللي عندي هي امو ايوان وعلاش عارضتي ما تخافيش ارا عارفة كيفاش نتعامل معه شحال من مراز معتاه في التليفون كتتكلم معه أحفض تامه اه قداك اوالالله ما يعودش يجيب لا مناسبة اعارفة حتان نهار الخطبة اولا الهلال الله خطبة نهار صدق ألو بغيتي شي حاجة لا بغيتي ولدي عبدالحق علش بغيتي شي حاجة مهمة ألو أرى قلتك أنا أمو دوزه لي و أنا كان عرفك ولكن هو ما يقدرش يدوي معك دابا أنا هنا كان حل ما حلو يعني قولي ليش نو بغيتي أركب حلك الدوي معه ها كيفاش ألو انتي انتي الدوي معاه و هذا الشي اللي يبقى خدامات ولا تحكمتها هي ألو آه فهمت ما خبركش شنو غاد يقول لي على شو كان بغيتي قولي بغيتو يديني للطباب يواشفتي غير ضيعتي لي وقتين هاشي فور موجود يدك للطباب ومنين للا تخرجي شدير تاكسي سعبد الحق رهم شغول ما مساليش عندو اجتمع مهم وشي مشاكل مع الخدمة ميمكنش يدك اه 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 ام زياد وشكنت حتى السفطني بدك الطموبلة كدو في السيما ها وطموبلات ولدي موجودين عفاك خلينا نقضي شغلي قولي ما مساليش مش كون بغيت تكوني ايك خدمة عند ولدي هالو وسيري دابال الطبيب ومن بعد سولي واش انا خدمة ولا شنو وانا قلت له يقولها لك ولكن باين ما قال لك والو انا رخا طيبته ومراته دي المستقبل ها وما في خباريش بيناتكم ماشي سوقي وسيري الطبيب اللي يمشي يطلع لك طانسيو وتوليفشي حاجة اخرى باك الحق نمشي نوخ طاكسي فيك ابنيتي يا امينة اللي كنت كنتين يا امينة برا ما نطلب منك والو يا ابنيتي فيك يا امينة كنتم في الاستماع الى الحلقة الواحدة والعشرين من مسلسل وتدور الايام تشخيص صفية زياني زهور المعمري ماريا صادق احمد بن ناجي انوال الجندي مجيدة بن كيران جمال بن شيبة مجيد الحسن وسيلة الصبحي محمد زياد رشيدة منار احمد ود القيد اكرام البصري وضيفة شرف امينة رشيد تأليف جميل البعزاوي هندسة صوت الحسين الخرمودي بمساعدة فاطمة لتيمي اخراج حميد زيان ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة